اكد الجهاز الوطني للارادات استمرار البرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة والذي بدأ تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري مشيرا الى ان البرنامج سيتابع انشطته ويتم التوسع فيه ليشمل معظم القطاعات الحيوية في المملكة وذلك للتعريف بكافة الاليات والجوانب الفنية المتعلقة بالقيمة المضافة والاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات بما يكفل تحقيق التطبيق السليم خلال المرحلة الاولية لتجشين القيمة المضافة وقد قام الجهاز الوطني الارادات اليوم بعقد ورشتي عمل الاولى للدفعة الثانية من المعنيين في قطاع البيع بالتجزئة والجملة والثانية لقطاع الصناعات التحولية حيث تم خلال ورشتي عمل اليوم اطلاع 168 ممثلا عن اكثر من 100 شركة متخصصة في بيع التجزئة والجملة والصناعات التحولية على كافة الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة وخاصة ما تتطلبه هذه القطاعات من جوانب فنية للتطبيق السليم للقيمة المضافة كما تم اطلاعهم على خلال جولة في مركز العرض الجديد على اهم الجوانب والاليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة من خلال توفير تجربة افتراضية للمعنيين ونوه الجهاز الوطني للارادات بمدى اهمية تضافر جهود كافة الاطراف المعنية لانجاح المرحلة التجربية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي والمام الشركات المسجلة لاغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والاجرائية خاصة مع اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلق او متوقع ان تبلق توريداتهم السنوية بين خمسمائة الف دينار بحريني وخمسة ملايين دينار بحريني في شهر يونيو المقبل وجدد الجهاز الوطني للارادات دعوة المستهلكين وقطاع الاعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة او الابلاق عن اي مخالفة للتطبيق السليم للقيمة المضافة